رجل يخرج من فمه ديدان تعالى ونتعرف على هذا تعرف هذه الديدان داء النغف الفموي أو داء الديدان الحلزونية في الفم يعرف على أنه عدوى الإنسان أو الحيوانات الفقرية بيرقات ذباب ذوات الجنحين التي تتغذى على انسجة الجسم المضيف الحية أو الميتة وسواء الجسم أو الطعام المهضومي ويسمى أيضا بداء الدودة الحلزونية وهي إصابة الفك السفلي بداء النغف أسباب وعوامل الإصابة بالنغف نقص المناعة الظروف المعيشية غير الصحية والوهنة تناول طعمة أو مشروبات ملوثة وجود الأفات القيحية جروح الوجه التنفس الفموي جروح قلع الأسنان أسرطان الكمئية الأمراض الحركية كال الشللي وعدم القدرة على الاعتناء بلا النفس أعراض الإصابة بالنغف الفموي وهي إصابة الفك العلوي بداء النغف هناك بعض العلامات التي تظهر على المريض عند إصابته بداء النغف منها وتموت في المنطقة المصابة تورم في المنطقة المصابة تصبح المنطقة المحيطة بالمنطقة المصابة حمامية حمراء ومتوذمة رائحة فموية نتنة ناتجة عن منتجات اليرقات حركة الأسنان وقلقلتها في المنطقة المصابة عنصر العدوى الذباب المسبب للمرض ميسس هو من ديبتري ذوات الجنحين والأنماط التي تم تسجيلها والناقلة للعدوى هي من الأنواع سور كوفي جي دي كالي فوري دي عيس تري دي أن ماسي دي علاج النغف الفموية أولا بالتطبيق الموضعي لزيت التربنة أو لزيوت المعدنية أو الكوروفورم أو ايتيل أو الكلوريد الزئبقي وهدف هذا الإجراء هو عزل المكان عن الهواء مما يجبره الديدان على الخروج مما يسهل إزالتها يليه إزالة يدوية للديدان ثم تجريف أو تنظير جراحي لمكان تواجد الديدان حديثا العلاج الجهازي بالفرماكت نصف صناعي من الماكروليد لا تترافق مع مضاعفات جهازية لداء النغف تشفى تماما بمجرد إزالة الديدان أو اليرقاتي ترجمة نانسي قنقر